لابد من وجود السفهاء في محيطنا فهم من يطفي طعما مميزا على الحياة تخيل الحياة من غير الحثالة والدغمائيين والأنذال والدماغوجيين والرعاع والشبيحة ستصبح جميلة وهذا ممل جدا الأهم كيف تتعامل مع السفيه أبو حميد لديه خبرة يا مرحبا بأصدقائي أنا أحمد فاخوري وهذه قناتي على يوتيوب عندما أتحدث عن السفيه فلا أقصد بالتأكيد الشخص المبذر لماله عن عدم دراية وعقل إنما أقصد بالسفه الطيش والمبادرة في البطش والسرف في العقوبة وإظهار الجزع من أدنى ضرر والسب الفاحش أما عن كيفية التعامل مع السفيه فمعظم الشعراء يميلون إلى الإعراض عنه وتجنب محاورته يقول المتوكل الليثي فاترك محاورة السفيه فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم وإذا جريت مع السفيه كما جرى فكلاكما في جريه مذموم وإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما يأتي فأنت ظلومه هنا الشاعر يقول لك إذا كنت مثل السفيه بألفاظه وخلقه فأنت تنزل إلى هذه المرتبة الإمام الشافعي يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا ويوضح طريقة تعامله مع الأنذال بالقول إذا سبني نذل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببه ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه يقول عزة نفسي ورفعة شأنها يمنعانني من الرد على هذا النذل أبو العلاء يرى السفاهة وباء معديا فيفضل عدم مجالسة السفيه ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي المشكلة في كل هذه المعالجات أنها تعطي تفوقا للأنذال فالنذل يمعن في غيه وإساءته وبطشه ظنا بأن الكريم ضعيف فيتماد في بطشه وجبروته مع أنه سهل الخدش والأذية والتنفيذ فس ويستحسن فعسه مثل الذبابة فيكون مثالا يحتذا لكل نذل يحاول أن يشبه على الآخرين لذلك يقول الفضل بن العباس لهؤلاء مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا بالمختصر اللغة التي يفهمها الصرصور هي الشبشب والشحاطة ولغة الذباب هي بخاخ البفباف إذا منعت هذه الأسلحة من الاستخدام في أوقات الحروب حروب الحشرات سنتبادل ستأكلنا الحشرات لذلك يفضل استخدام هذه الأسلحة بحكمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من عبث السفاء إلى اللقاء